السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم وبركاته ترجمة نانسي قنقر الغحب الغحب يعني مهيم يراجع تكليль لهم العالف بالرقان لكن هذه الأفضل حرف تحدث بعد unهادة يعني حجم إدعاء موقع pan ويقولت إن استزعت إلى خيار أعمال وهذا هناك計 معظم أن يحتاج إلى يدادي هناك مهيم ليعدي يتفعل ليجب إن استزفانا التكليل يعني في نهاية النهاية ويظكم للحي Level يعني لهم كانت آدم الذي قال التي نرى على سياسة الشخص وهذك حedayang يصبحco academically لكن بداية الشرطان بدون كذا يعnehmen أنهم الأمور يعنى يعني عنها ضمن قريصين وأحضان جaining ترجمة نانسان شعك سابق حي و سذا يعني مثلا يعني حيوكي خيرا و كال حيوكي يعني هذه الشغن ميتا ميتا في الغيلة على هذا النقاط ميزال على هذا المقال محل حيوكي مدلينك سي غني أهر دي إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته